أساساً بين النظام المطبق إلى اليوم والنظام اللي يطبق خلال السنة القادمة إن شاء الله ومنها يعني إلى المستقبل الانتقال من دعم وحدة الاستهلاك إلى دعم مباشرة إلى الأسر المستحقة لهذا الدعم بحيث يعاد توجيه مبالغ الدعم الخاصة بفواتير الكهرباء والمياه إلى الأسر المستحقة وليس إلى وحدات الاستهلاك السبب الأساسي في هذا الجانب هو أن النظام السابق كان لا يمثل عدالة في توزيع الدعم لأن من يستهلك وحدات أكثر يحصل على دعم أكبر فكان يعني الحصول على الدعم ما مربوط بآلية الاستحقاق وإنما مربوط بكمية الاستهلاك وعادة الشخص يعني كبير الاستهلاك عادة يكون أقل استحقاقا للدعم لأنه يعني طبيعة استهلاكه مختلفة قد تكون طبيعة نشاطه مختلفة أو أي أسباب أخرى فهو هذا النهج الآن للانتقال من دعم وحدة الاستهلاك إلى توجيه الدعم مباشرة إلى الفئات الأكثر استحقاقا نعم الخطة كانت موجودة منذ سنوات عديدة وتم تدرج بها أيضا صحيح الخطة بدأت من عام 2016 بإصدار أول لائحة للتعرفة المنعكسة عن التكلفة لكبار المستهلكين طبقت بداية عن المستهلكين من الفئة التجارية والصناعية والحكومية الذين يتجاوز استهلاكهم 150 ميجاوات ساعة في السنة الآن خفض هذا المقدار إلى 100 ميجاوات ساعة في السنة وتغيرت هيكلة التعرفة كما سنتطرق لها لاحقا لكن فعلا الخطوة الأولى كانت في صدور اللائحة الأولى للتعرفة المنعكسة عن التكلفة في عام 2016 نعم طيب ساذة ذات الوهد نتساءل